حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رعاهم الله برقيات تهنيئات إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة داعين المولى سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يرفع جائحة كورونا المسجد عن بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم ويعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين وبالمزيد من التقدم والازدهار وتلقى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله برقيات تهنيئات من قادة الدول الإسلامية وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رعاهم الله برقيات شكر جوابية مقدرين ما أعرب عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة وبالمزيد من الأمن والاستقرار